موسيقى إلى مقر الأمم المتحدة ومجلس الأمن في النيويورك تتجه الأنظار اليوم ترقبا لما سيقرره المجتمعون في أروقة مجلس الأمن الدولي بشأن البعثة الأممية إلى ليبيا التي تنتهي ولايتها منتصف ليل السبت القادم هل سيطلق قرارهم صافرة النهاية لمسيرة الدبلوماسية المخضرمة ستيفاني وليامز التي بات بقاؤها محور قسام بين أعضاء مجلس الأمن ما بين راغب باستمرارها ومطالب برحيلها في تجسيد واضح لصراع المصالح بين الدول المتدخلة في الشأن الليبي لا سيما بعد أن ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على المشهد الليبي وذلك بالنظر إلى عناصر عديدة أبرزها الوجود الروسي الذي بات واضحا في ليبيا إضافة إلى بعض حلفاء موسكو وهو ما يتناقض مع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الذين باتت أعينهم مصوبة نحو مصادر الطاقة في ليبيا وخاصة النفط حلقة اليوم مشاهدين الكرام من لايف ستكون بمثابة جردة حساب محاول فيها التعرف على مواطن النجاح وأوجه الإخفاق في المسار السياسي الذي رعته ويليامز منذ عودتها بمسماها الجديد وتعثرها في تنظيم الانتخابات التشريعية الرئاسية وهو ما فتح البابة لعودة البلاد إلى العيش في ظل حكومتين تتنازعان السلطة نهيك عن تركها العديد من القضايا دون حل وفشلها في تحديد سبو الاحتواء الميليشيات ونزع سلاحها أهلا بكم ترجمة نانسي قنقر وفانتظار مخرجات جلسة مجلس الأمن المرتقبة حول تحديد البعثة الأممية أو تمديد مهمتها في ليبيا نتابع مشاهدين هذا التقرير الذي يفصل الحالة لهذا اليوم في مساحة لايف ونرحب بضيفنا الذي سيكون معنا طيلة هذه المساحة الأستاذ عبدالعظيم البشتي المتابع لأشان السياسي لنستفسر معه حول أهمية دور البعثة الأممية في ليبيا وما الذي قدمته خلال هذه السنوات وأيضا مصير العملية السياسية في ظل هذا التناقض والتجاذب الدولي حول المبعوثة أو المستشارة الأممية ستيفاني وليامز وتحديد مبعوث جديد إلى ليبيا نتابع هذا التقرير ومن ثم لنا عودة بدأ العد التنازلي لانتهاء مهمة البعثة الأممية في ليبيا وما يزال الجدل محتدما في أرويقة مجلس الأمم الدولي وقعاته حول مسألة تجديد ولايتها خلال ساعات سيلتأم مجددا المجلس المنقسم على نفسه لتحديد مصير البعثة التي شددت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو في وقت سابق على أهمية تمديد عملها لمدة عام جديد على الأقل مطالبة الدول الأعضاء بتنحية خلافاتهم ووضع حد للسجال بشأن الموضوع دعوة رأى فيها مراقبون إشارة لصراع يضع موسكو التي تطالب باستبدال المستشارة الأممية الأمريكية الأصل ستيفاني وليامز بمواجهة مساعا أمريكية وأوروبية تهدف لتعيين أحد دبلوماسيهم على رأس هذه المهمة في محاولة من المعسكرين للإبقاء على نفوذهما في البلاد في وقت بدأت فيه أصوات الدول الأفريقية تتعالى مطالبة بأن تتم تسمية المبعوث القادم من مواطني القارة السمراء الجدل الدائر في المحفل الدبلوماسي الدولي وجد صده بين الفرقاء الليبيين الذين تعالت أصوات العديد منهم خلال الأوينة الأخيرة للمطالبة برحيل وليامز بعد تحميلها أسباب الفشل الذي آلت إليه العملية السياسية بفعل مواقفها المنحنزة لطرف على حساب الآخر وفقا لوصف الكثيرين المناهضون لوليامز أشاروا إلى الضبابية التي شابت موقفها بشأن الجهة التي تملك الاعتراف الدولي بعد تسمية البرلمان لفتح بشاغة رئيسا للحكومة واستضامه برفض عبد الحميد البيبة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها بتسليم السلطة متذرعا باستمرار مهمة حكومته وفقا للاتفاق السياسي الذي رعاته المستشارة وليامز قبل عامين الاتهامات لوليامز بالفشل نفتها السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد التي أكدت أن مواطنتها قامت بجهود جبارة منذ انخراطها في الملف الليبي غرينفيلد التي ستتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن مطلع الشهر أكدت على أهمية أن يكون هناك مبعوث خاص للأمين العام وأن يكون على استعداد للذهاب إلى ليبيا وأن يتمكن من القيام بمهامه وأضافت قائلة دعمنا هذه العملية وعلينا أن نستمر بذلك لم نيأس ولا أعتقد أننا سنيأس أبدا نرحب جديد بالأستاذ عبدالعظيم البشتي المتابل الشان السياسي ينضم إلينا مباشرة بالصوت والصورة عبر خدمة السكايب من مدينة الزاوية أهلا وسهلا بك في هذه المساحة كنت معنا بالأمس واليوم نخصص لك هذه المساحة كاملة أستاذ عبدالعظيم البشتي لنشخص معا طبيعة عمل البعثة الأممية طيلة عقد من الزمن كيف تبعت هذه الطبيعة طبيعة العمل في ظل الانقسام تجاه المبعوثين الذين توالوا على ليبيا ما بين مؤيدين لهم وبين معارضين لهم ومتهمين لهم بأنهم ساهموا في زيادة فتيل الأزمة الليبية شكرا من الاستضافة تحية لك ولكل المشاهدين باعتقادي هذه رمي الكرة في مرمى الآخر هذه محاولة الهروب إلى الأمام المشكلة عندنا نحن عند شعب الليبي وعند النقبة الليبية وعند السياسيين الليبيون عندما يعجزوا عن فعل هذا لا يجب أن يجدوا مشاجب يعلق عليها إخفاقهم مشكلة الليبيين فعلا أنهم لم يتمكنوا من إعداد لحوار سياسي معمق ويشبه الحس الوطني يغطيها الحس الوطني يعني ليس اجتماعا من أجل مصارح وصراع على السلطة وتقاسم السلطة لا بل بالعكس يعني على النقبة الليبية إن كانت ثمة نقبة الليبية وهذا الضعف في وجود نقبة سياسية الليبية متصدنة لمشكلة السياسي الآن هو من يجعل الحلول صعبة وبعيدة المنال للأسف الشديد ولكن مع هذا نحن ليس أمامنا لها هؤلاء هؤلاء يجب أن كما قلت يعلقوا إخفاقهم على مشجب الآخرين هم لم يجلسوا فعلا في حوار وطني حقيقي قابل لتقديم كل التنازلات من أجل مصلحة الوطن يعني الأمر ليس مصالح شخصية نحن نشهد الآن يعني تشبث سيدة بيبة بالسلطة بهذا الشكل هذا يعني هذا رجل ليس رجل دولة هذا ليس رجل مسؤول هذا ليس رجل مسؤول حريص على مصالحة ليبيا يعني ما آسف على تسمية الأشخاص بإسمائهم ولكن هذا رجل القياد يجب أن يتحمل النقد كما هو طالما هو يتصدر مشهد السياسي نحن نرى الآن ليس سياسة ولا نرى حسا وطنيا يعني في النخبة السياسية الموجودة الآن هذا أنا كررته باستمرار لأن الأمر ليس معقد بهذه الدرجة الأمر فقط عجل الأطراف وعدم وطنية الأطراف وحرس الأطراف عن تصارع على السلطة هو ما يعيق الوصول إلى حل وكما قلت الحل لن يأتي بالغلبة ولن يأتي بسلطة الطرف على طرف الحل يأتي بناس يتهمهم مصلحة شعبهم وطنهم وبالتالي هم مستعدون لتخديم يعني كما قلت التنازلات المتبادلة لأطراف بعضها البعض منزل البدء في مسيرة سياسية ستعالج نفسها بنفسها مع المستخدم نحن فقط نشكل البنية يعني اللبنة الأساسية لسلطة الدولة أو دولة السلطة يعني دولة السلطة الدولة كما قلت وبعد ذلك بإمكاننا أن نرى عيوبنا بإمكاننا أن يبدأ فيه نقد لهذه الخطوات نقد لهذه السلطة نقد لبعض الخطوات مطالبة بعض الخطوات هي السلطة تعالج نفسها هكذا تتم الأمور ولكن عندما يتم الصراع من البداية على فقط الوجود في السلطة وناس غير أكفاء هذا مما أعاقل حقيقة أزمتنا الكبرى يعني أنا آسف على هذا ولكن أنا أرى أن المتصدرين المشهد السياسي الآن ليس لهم حقيقة علاقة بالسياسة وليس لهم علاقة بالحس الوطني وهذان العنصرات العنصرات هم أساس إمكانية إجهاد المخارج والحلول للأزمة الليبية طيب إذن لماذا كل هذا اللوم على عمل البعثة الأممية كونها جاءت بمهمة تيسيرية فقط لا أكثر ولا أقل دون تدخل في أشهرنا الداخلية للأزمة الليبية لماذا كل هذا اللوم نتحدث هنا عن الاتهامات المحلية للمبعوثين المتعقبين وآخرهم المستشار ستيفاني وليامس كما قلت أخي محمد هؤلاء يعلقون عجزهم على مجهب الآخرين هؤلاء يجدوا يحاول إيجاد سبب لأخفاقهم ويجدوا هؤلاء الناس هؤلاء المبعوثين الأممين الذين ليس من مهمتهم إصلاح الوضع في ليبيا مهمتهم مساعدة على إصلاح الوضع في ليبيا يجب أن تكون لدينا نخبة سياسية وقاد السياسيين قد يختلفوا أحيانا وبالتالي المسؤول الأممي هذا يحاول ويساعد لمحاول تقريب وجهة النظر ومحاول تخفيف من الاحتقان وتخفيف من حدث رفض الأطراف لبعضها البعض من رجل تسير المركب ولكن هؤلاء الذين أخفقوا يحاولوا أن يعلقهم إخفاقهم وفشلهم وأننيتهم وحبهم للسلطة على حساب أي شيء وأهدارهم للمالعالم بشكل لم يشد له ليبيا مثيل يقول يحاول وعلقه على المبعث الأمم والمبعث الأمم هذا ستيبني وليمز أو غيرها يعني لا يمكنني الجزم بكيفية عمل سيد ستيبني وليمز ولكن ما أراه حقيقة لأنني لست قريبا من شكل عملها وطبيعة عملها ولكن أنا موقن تماما لليخين أن هذه المرأة لا يتهمها مصلحة الوطن وعملت من مصلحة الوطن قدر ما استطاعت بالعكس تحملت الكثير من العنت وذهبت لكثير من الأماكن واتصلت بكثير من الناس على مستويات متعددة سياسيين وانسعديين وذهبت لكل المدن وجاءت للزاوية ومحاولة ليس لها إلا محاولة يعني حتى نجاحة يعني هي يحسب لها أن هي نجحت في هذه المهمة هؤلاء المبعثون المهميين عندما يدخلوا إلى مناطق حرب ومناطق قتال ومناطق توتر وينجحوا في مهام تحسب لهم يعني في الأمم المتحدة يعني سيجد وزنهم وبالتالي هي تريد نجاح مهمتها دون شك من أجل استقرار ليبيا وانعدام التوتر والقتال والحرب وأيضا من أجل رصيدة يعني هي هم أن تنجح ولكن نحن من أعقنا النجاح أعقناها هي وأعقنا بلادنا ونازلنا نروح مكاننا ونتخبط ولم نصل إلى حلول فعلا كما قلت لأن هؤلاء القادة السياسيين أو النخبة السياسية أو ما أسميهم أنا بسياسي والصدفة المتصدرين للمشاهد السياسي الآن ليس لهم أي قدر من الوطنية التي تدفعهم إلى التسامح إلى تقديم التنازلات إلى عدم التشبث إلى الوصول إلى المشتركات هذا يتصارع وكان مصائل شخصية أنا أو لا أو لا هي أنت وطن أو لا استقرار أو لا مضيء قدما في محاولة علاج مشاكلنا أو لا الأمر ليس متعلق بالفرد وبالكاريزمة المرضية عن بعض الأشخاص هناك من يرى الأستاذ عبد العظيم البشتي بأن التدخل الخارجي والصراع لنفوذ في ليبيا والتحكم في الأطراث المتصارعة داخل ليبيا أثر بشكل كبير على طبيعة عمل البعثة الأممية في البلاد ويعني ما سبب حتى في ربكة داخل مجلس الأمن وأيضا الجمعية العمومية تجاه تسمية مبعوث جديد إلى الآن يعني هل هذا السيناريو هو الأقرب لتشخيص الحالة فيما بين النظرة الأممية والنظرة الداخلية للملف الليبي صحيح دون شك دون شك الصراع الدولي على ليبيا ليبيا دولة مهمة ليبيا دولة نفط ليبيا موقعها مهم ليبيا مساحة جغرافية كبيرة وبالتالي ثمت الصراع سواء كان في العلن أو حتى خفي على النفوذ في ليبيا والدول الكبرى فعلا دون شك تتصارع بشكل لا يهمها لما صالحها ولكن يعني أنا لم أرى هذا الصراع البين إلى درجة هو الذي أعاق يعني شغل أو دور ستيبني وليمز أرى أن يعني رغم الصراعات أو كذا وجدت صيغة ما سيد ستيبني للعمل في ليبيا ويعني حتى بعض التأثيرات ربما أنا أتأكد أن هي يعني تميل إلى جهة ما ولكن يعني هي أنا حسب أعتقادي يعني حاولت كثيرا أن تكون في منطقة وسطة بعيدة عن تجربات سواء كان المحلية والدولية ولعب الدور المهم ولكن أنا لازلت أكرر أن العقدة وأن المشكلة فينا نحن في شعبنا بعدم قدرتنا على تعاطي السياسي الوطني مع كل المبادرات على النخبة السياسية الحاكمة التي ليس لها على خلب النخبة ولا بالسياسة يعني هذه الأزمة جوهر الأزمة دون شك للعالم مصالح دون شك يحاول أن يعيقه ويحاول أن يجدو بالأطرف إلى صالحة دون شك يحاول أن يضع العصيب في الدوليب عندما يكون طرف آخر هو الأكثر نفوضا في المشهد السياسي الليبي ولكن وطنيون يعني كانوا بإمكانهم أن يعالجوا هذه المسائل وأن يتعاطم مع الشأن الدولي أو مع الضغوطات الدولية بشكل أكثر وعي وأكثر حكمة ولكن نحن لا نملك هؤلاء السياسيون الذين في المشهد السياسي الآن ليبيا مليئة بالسياسيين مليئة بالوطنيين ومليئة بالمثقفين ولكن الذين يتصدرون المشهد السياسي الآن ليس لهم علاقة لا بالسياسة ولا بالثقافة ولا بالوطنية ونحن في انتظار التصويت على البعثة القادمة ومصير ستيفاني ويليامز وكذلك البدء العد للتنازل لانتهاء للبعثة الأممية الحالية يعني ما تقييمكم أو ما رؤيتكم للقادم أو للمستقبل في ظل وجود بعثة أممية أخرى في ظل هذا الصراع أو هذا الخلاف داخل أروقة مجلس الأمن أنا كما أكرر أنني أحيل كل هذا أكمال يعني المستقبل في ذي الليبيين يعني حتى لو جاء مبعوث أممي حتى لو افترضنا أن ستيفاني لم تكن بالكفاءة العالية أو يعني بعدم الانحياز أو يعني بالموضوعية التامة ولكن حتى لو جاء شخص أكثر موضوعية وأكثر حكمة وأكثر حنكة أنا أعتقد الأزمة لا زالت في الليبيين يعني عندما الليبيون يساعدون يعني هذا مساعد يعني هذا ستيفاني أو غيرها يساعدك على كيف تخرج ولكن إرادة الرغبة الخروج من الأزمة عند الليبيين يجب تكون عند الليبيين هؤلاء 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 يساعدون لك المهمة ويساعدوك ويدلوك على الطريق الصحيح ولكن عندما هذا عندما تتوافر النية والرغبة الحقيقية عند الليبيين في الخروج من العزمة وفي كما قلت التنزلات وفي بناء وطنهم وفي الحرص على أن تدمره أكثر ما هو مدمر نحن للأسف الشديد سياسيون لا يبلون بكل ما حدث هذا الخراب وهذا الدمار العشر سنوات من الدمار والخراب والموت والقتل والبنية التحدي المدمرة ثمت كثيرين لا يعيدون أهتماما حتى كثيرا بهذا ما يصب عيونهم هو السلطة والمال والنفوذ وهذا هؤلاء لا يتتوافر فيهم حسن الوطني هناك من يرى لأنهم محكمون أستاذ عبد العظيم البشتي محكمون بأياد خارجية بتدخلات خارجية إن صح القول هنا أن يفعل أي شيء تجاه ما يحدث داخل ليبيا أنا يعني المسألة مسألة التدخل خارجي أنا أختلف مع هذا الرأي نعم التدخل خارجي يأتي في محاولة أن يكون لدولة ما مصالح أكثر أو نفوذ أكثر في هذا البلد يعني في نهية بعض السياسيين تحاول أن تكون في صالحها تشخر بعض السياسيين أو بعض القادة في ليبيا لصالحها هذا صحيح هذا صراع دائما دائما ومستمر ولكن أن تبقى الدولة بدون مؤسسات دولة مدمرة بهذا الشكل دولة بدون يعني استقرار هذا لا يعني لا يوجد الدولة في العالم تريد هذا أو تحاول ترفضه عبر يعني أطراف في ليبيا يعني المجتمع الدولي أو الدول الكبرى ما مصلحة حتى في دمار ليبيا هي مصلحة حتى في وجود دولة تستفيد منها في وجودها في نفط بنفطها بموقعها الجغرافي يعني ممكن تستفيد منها ولكن ماذا تستفيد الدول الكبرى بدولة مدمرة عندما توحي لأطراف ليبيا بين تدمر بلادهم حتى ولكن هؤلاء فعلا نفذوا هذا الأمر الغريب يعني هذا الأمر العدمي أنا لا أعتقد أن المجتمع الدولي لديه مصالح يحرص على مصالح يدون شك يحاول أن يجد أطراف في داخل الدولة يعني يعملون لحساب أو متأثرين به أو يعني أقرب إليه كما أقول يعني هكذا من كوني القول أقرب إليه يعني كل واحد من حساب المصالح يرتبط بأطراف داخلية من أجل أن مصالح هي التي تكون أكثر حضورا في المشهد الاقتصادي أو المشهد السياسي في ليبيا ولكن لا أرى أن أي دولة من مصلحتها تدمر ليبيا وبالتالي أن هي تحرض أشخاص أو تدفع بأشخاص إلى تدمير بلادهم وهذا الضرب العشوائي الذي استمر لكن لا ترى سيد عبد العظيم البشتي بأن المجتمع الدولي رفع يده عن الحالة الليبية مؤخرا بعد القسام الحاصل وتسمية رئيس حكومة جديد وتشبث عبد الحميد بيبة بالسلطة ولم يفعل أي شيء فقد قال بأنه يقف على موقف الحياد بالأخص الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء واحد فقط عندما أغلقت الحقول النفطية وجدنا أن هناك موقف أمريكي بات واضح هو الدعوة إلى إعادة فتح الحقول النفطية وبالتالي هي الرؤية الدولية لليبيا رؤية نفط فقط هذا ما يدون شك يعني أول أن الروس الآن مشغلين بمشاكلهم في إقرانيا وفعلا حضرهم أو تأثيرهم يعني مع أنهم يعني هذه سياسة دولية ولا يعني لن تأخذهم مشكلة أخرى عن حساسية وضعهم في ليبيا أو مصالحهم في ليبيا ولكن يعني أنا أعتقد أن يعني الأمريكان ولا الروس يعني يسعوا إلى أن يعني يدفعوا إلى تدمير البادئ يسعوا إلى أن يكون عندهم مناطق نفوذ يسعوا إلى أن يكون يعني هذه السلطات موالي لهم هذا جائز يعني هذا جائز يعني حتى بالسياسة الدولية مشروع يبقى بعد ذلك على السياسة الوطنيين أن لا يكونون لعبة في أيدي الدول الكبرى هذه مسألة وطنية مسألة داخلية ولكن مساعي الدول الكبرى من أجل مصالحة ومن أجل يعني أن تكون السلطات في باقي دولة يعني موالية لها هذا كان بات الآن كأنه عمل سياسي كأنها دبلوماسية دبلوماسية هكذا ولكن على الأمر يتوقف على الليبيين وعلى مدى حرصهم على وطنهم على مصالح وطنهم وعلى أن يكون التعلاقتهم بالمجتمع الدولي متوازنة لا يوعا أن نحن لسنا في وارد معادات أحد من له مصالح في ليبيا بشكل قانوني وبشكل منطقي أهلا به من يريد أن يساعد ليبيا أهلا به وهكذا تسير الأمور هكذا هي السياسة بدون استعداء لأي طرف للروس ولا الأمريكان ولا أي طرف أي دولة تريد مساعدتنا نحن 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 محتاجين للمساعدة هي فقط تبدأ على الداخل الليبي هل هو يعني فعلا يريد أن يساعد وطنها أو لا أنا قلقي على الساسة الليبي من الساسة الليبي الأكثر من المجتمع الدولي الساسة الليبي هم الذين الآن يرونها كأنها غابة يرونها كأنها فرصة ويرونها كأنها نهيبة وهؤلاء حتى يعني يعني طبعا لا أعمم يعني أكيد يوجد بعض التكنقرات وبعض المثقفين وبعض الوطنيين موجودين يعني أن هنا لا أعمم ولكن صراحة في المشهد السياسي الآغل الغالب هم الناس الانتهازيين والمصلحيين وبالتالي حتى تعطيهم على الدول الكبرى تعاطي مصالح أنتم شون تعطونا ونحن شون نعطوكم ونحن أطرافكم كذا من هذا الخبيل ليست سياسة ليست لعبة مصالح ولكن هناك اعتراض هناك اعتراض واضح من قبل روسيا على وجود ستيفاني وليامز حتى وإن جاءت بصفة جديدة يعني هذا الاعتراض مدى تأثيره على الجلسة القادمة في تحديد البعثة الجديدة في رأيك قد يكون له تأثير كبير يعني هي ربما ليست روسيا فقط ربما في بعض الدول الأخرى ما أستجل ستيفاني والصين يعني ربما سيكون لهذا تأثير في المجلس الأمن وربما يتم تغيير ستيفاني سيدة ستيفاني أنا كما قلت أنا لا أراها يعني شخصية مهمة أو لعبة دور مهمة أو دور كبير يعني لا استجلت هكذا أراها خاصة في الأوين الأخيرة أيها ولكن هو اللوم وقع عليها في الفترة الأخيرة كون أن يعني كانت لها بصمة في عملية قفض إطلاق النار في 2019 في إيجاد سلطة جديدة مهدت أو مهمتها التمهيد للانتخابات وبالتالي عادت عادت بصفة أخرى وهذه الصفة يعني لم تجعلها يعني تضع يدها على الحالة الليبية بشكل كبير هكذا هي تلام الآن بهذه الصفة الجديدة التي جاءت بها بالزبط يعني هي يعني دون شك يعني نحن ليس باب لها التعميم يعني 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 كان لها جهد كبير جدا تخفق أحيانا وتنجح أحيانا ولكن بشكل عام كانت أنا تقييم الشخصي بشكل عام كانت يعني عملت ما تستطيع يعني نحكي على النوايا نجاحها فعلا ربما لم يكن تحقق نجاحا كبيرا ولكن أنا نواياها أحس أن هي فعلا كانت شخصية كانت عندها نوايا أن تنجح مهمتها في ليبيا سواء كان لدعاية شخصية وللمصلحة الليبيين وأنا أرى أن دون شك يعني يعني حتى حرص على استطباب الأمن في ليبيا ولعب دور لبأس به كما قلت ليس خارقا ولكن دور لبأس به لأن عندما نحاسب الآخرين يجب نحاسبهم من خلال التعقيدات الليبية يعني نعتقد التعقيدات الليبية لو جابوا أكبر خبير دبلوماسي وسياسي الليبية في فترة معينة كان سيصعب علي ذلك يعني الوضع الليبي كان وربما لازال بشكل أقل معقدا بشكل كبير جدا الناس مختلفة وتتحارب وتتصارع حتى لا نعرف الأسباب يعني نشهد ولاقات لا نعرف الأسباب نشهد مصالح يعني حس الوطني بشكل كبير جدا منه هو هذا الشخص الذي تهمه مصلحة أطراف خارجية أكثر مصلحة وطني يعني المشهد السياسي الليبي كان شايك ومعقد ومترهل وضعيف بمعنى ضعيف بمعنى ما فيه لا تتوافر فيه الإرادات السياسية نحن نعترف باختلاف لو كانوا في قادة سياسيون يختلفون ولكن في بعد وطني وبحس وطني كبير ولكن اختلاف كيفية الحل لكن احنا لم نشهد قادة سياسيون حقيقيون في المشهد السياسي حتى نقول أن هذا هو يعني هو رجل سياسي ومعنق وكذا ولكن نختلف معه لا أنا ما رأيته في المشهد السياسي هؤلاء ناس يتدربوا ألف بي السياسة شخصيات ليس لهم علاقة بالسياسة وبالتالي هم حتى حاولوا أن يصنعوا لنفسهم يعني شو سياسي يعني بمعنى يعني ظهور سياسي ولكن حقيقة لم ينجح أحد منهم في أن يلعب في أن يكون في هذا المشتوى عملية بحث عن الشهرة فقط بالضبط حتى هذا لم ينجحوا فيه هم حاولوا هكذا ولكن حتى هذا لم ينجحوا فيه لأن كما قلت هذا الأمر متعلق بماذا أنجزت بماذا كيف كان دورك في مفاوضات محددة كيف كان موقفك في أزمة معينة هذه الأشياء وهذه الحنكة السياسية وهذه الحس الوطني هو يبرج من خلال ما نسمعه ما ننتبعه ما نقراه في تلفزيون أو في نقرأ أما هذه المواقف لأشخاص لم نشهد هذه المواقف العقيقة لأشخاص يعني في مشهدنا السياسي الليبي أشخاص يحشب لهم أنهم فعلا كانوا يعني يعني موقف يعني نحس به نحن كليبيين أن هذا موقف وطني يعني الحقيقة يعني فيه اختلافات دون شك ولكنهم كلهم يعني طارئون على السياسة وطارئون على المشهد السياسي ويعني أنا لا ألومهم لأن هذا ما يملكون أنا لا ألومهم لأن هذا ما يملكون لكن عندنا سياسي الليبيين وعندنا ولكن كان الوضع السياسي في ليبيا يفرز لا يمكن أن يفرز إلا مثل هؤلاء الذين كانوا بميليشياتهم طبعا وبأدوارهم بحضورهم ليس له علاقة بكاريزمة السياسية ولا بالعمق السياسي أفرز قد سياسي كما قلت ليس لهم علاقة بالسياسة ولكن نحن في ليبيا كليبيا لدينا سياسيين ولدينا حكماء وعقلاء ووطنيون وخبراء ولكن هم خارج المشهد السياسي طيب طيب في ظل كل هذا الانقسام الحاصر على مدى هذه السنوات وأخيرا وجود المرتزقة على أراضي الليبية سواء في الشرق أو في الغرب وأيضا وجود التشكيلات المسلحة والسلاح لأي مدى يمكن أن نقيم دور البعثة الأممية خلال هذه السنوات كلها في التعامل مع هذه النقاط التي يعني توصف بأنها هي أهم نقاط عملية وجود المرتزقة والتشكيلات المسلحة لانقسام فيه ضعف كبير جدا يعني أنا بالذات يعني فترة كثيرة تحدثت على مسألة يعني سحب السلاح يعني يعني كيف يمكن لدولة أن تنجح في إيجاد مشهد سياسي سوي وطبيعي في حالة وجود ملايين قطع السلاح منتشرة في البيوت يعني هذه مسألة أولى مسألة ثانية كما قلت الانقسام يعني سيد عفتر يعني مسيطر على الشرق الليبي وثمت غرب الليبي ثمت انقسام جماعة مباني الشرق والغرب يعني عندنا كثير من المشاكل بعيدة حتى عن يعني التأثيرات الخارجية عندنا في داخلنا كما قلت وناس يعني اللعبوا دورا كبيرا في خراب ليبيا وفي افشال يعني الامكانية النجاح والخروج من الأزمة أطراف بأننياتها وبمصلحة الشخصية لعبوا دور لم تكن حتى دورا حياديا كانت دورا مضررا للمشهد السياسي الليبي نعم طيب بالنسبة لدور البعثة الأممية والمبعوث الأممي الذي سيسمى لاحقا يعني ما هو الدور الحقيقي الذي يجب أن يتخذه بخلاف يعني الأدوار التي مثلها المبعوثون السابقون في رأيك ودعنا نقول أخي محمد يعني قد يكون يختلف الأشخاص في كفائتهم في مرونتهم في عمقهم السياسي فتجربتهم يعني هل كان مبعوثين دوليين من تجربتهم كبيرة قليلة هذا كله امتيازات صحيح يعني فيه تظمة فروقات ولكنها ليست هي الجوهرية والتي هي اللي عليها حل المشكلة أو من عدمها يعني يعني في أزمة زي ليبيا المسألة ليست متعلقة بكفاءة المبعوث الأممي وبمدى وعيه وبمدى خبرته متعلقة بمدى تزمة الليبيين وعدم رغبتهم وعدم قدرتهم على تقديم التنزلات أنت عندما تساعد لحل المشكلة عندك طرفين المتصارعين هم يجلسوا أنت كوسيط بتحاول تضغط على هذا أن يتنزل شوية وتضغط هذا أن يتنزل شوية لا تفهم نقول لك أمخرجوا الآن يعني وتحالفوا مع بعضهم نتحدث هنا عن مجلس النواب والمجلس العالم للدولة واتفقوا على إيجاد قاعدة دستورية وخرجوا بحكومة جديدة بعيدة على الأنظار الدولية والأمم المتحدة يعني وبالتالي يمكن أن نقول بأن هذه التفاهمات الداخلية يعني كانت مخالفة تماما للبعثة الأممية وبالتالي يمكن لها أن تنجح في ظل عدم وجود أي تدخل دولي أو حتى وجود الأمم المتحدة أنا طبعا أنا أسعى أولا أنا لازلت ليست مطمئنا على هذه الخطوات التي تم القيام بها وهي خطوات جبية ورحب بها كثيرا ومفعل تحقيقها لكن يعني أنا أعتقد أن هذا لم يحدث ليس يعني حدث ليس لأنه بعيدا على الممتحدة يعني ليس بعد الممتحدة هو يعني أنا لست مع نظرية المؤامرة يعني حقيقة يعني مهما حاولت أو أنت أو أي الشخص أتحاول معه على أن يقنعني بنظرية المؤامرة وأن يعني سيد ستيبني يعني كانت خربت أو لم تلعب الدول الوطني بالعكس ربما في كثير من الليبيين يسمع حتى في الشهراء مثلا بعض الليبيين يقولون أنها سبب الخراب هي سبب إعاقة الوصول لحل هي اللي تحاول تحسن الأطراف ضد بعض البعض أنا لست ميال إلى هذا الطرح أنا أرى أن هي لعبة أنها حاولت أن تنجح الحل وأن كان يحسب لها أن تنجح الحل تبقى بعد ذلك أمكانياتها قدراتها هي اللي لم تمكنها من ذلك أو مكنت من ذلك ولكن ليس مسألة تأمرية وليس النظرية المعمرة يعني أنا أعتقد المجتمع الدولي من مصلحته يعني أنا أردو أن أحد يعني ما مصلحة المجتمع الدولي توتر هذه في ليبيا وغيرها 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 يعني قد يكون بعض الدول لها مصالح دول لكن المجتمع الدولي كمؤسسة الأمم المتحدة مجلس الأمن هذه المؤسسات دون شك يعني يهمها استقرار وستواب الأمن في كل العالم يعني فبالتالي ليست لديها مصلحة في هذا يبقى كما قلت إلا عاجز عاجز الأبو عثين أو نجاحهم أو قدراتهم أو تعرفهم بالبيئة يعني أيضا حتى تعقيدات البشر يعني يعني ربما سيدة ستيفني لو ذهبت إلى في أمريكا اللاتينية أو في دولة أخرى في منطقة أخرى لكن تجحت بشكل أسهل يعني مسألة حتى طبيعة البشر ويعني جهل البشر وعدم حسن الوطني العالي عند البشر هو الذي يعني شكل عائق يعني مهما يجبت لهم حتى المسيح يعني ممكن من لين ينجح فيه هذا يعني فقصد مسألة تتعلق بالأفراد دون شك المهارات المبعوثين وقدراتهم مختلفة ولكن أنا أعتقد أن السيد ستيفني ليست من الأطراف التي يمكن أن يعاب عليها أنها ليست إمكانياتها محدودة أو أنها لم تلعب تفضل الجهد الكبير هي لديها مبادرة تسيرها الآن مبادرة بشأن القاعدة الدستورية وكانت هناك اجتماعات في مصر خلال الأسبوع الماضي وتم تأجيل هذه اللقاءات لما بعد عيد الفطر يعني ولا حد اليوم لا زالت تؤكد ستيفني وليامز على المضي في إيجاد تسوية سياسية سواء من الحل حول القاعدة الدستورية أو من الحلول السياسية الأخرى في ظل هذا الانقسام هل سنرى ستيفني وليامز حتى بعد جلسة اليوم وقد مضت إلى الأمام في اتجاه رؤيتها ومبادرتها التي قدمتها للليبيين وإلى أي مدى يمكن أن تنجح مبادرة ستيفني هي مجتميت الدستورية أنا نرى أن مخرجنا أو بداية الحل للأزمة الليبية هو الدخول في انتخابات برلمانية ورئاسية يعني فعلا لو أن نجحت ستيفني وبكل ما تستطيع من جهد ومحاول على الآخرين وحتى من ضغوطات دولية ومحلية لا أدري ولكن هم يصالون إلى هذه النقطة اللي هي فعلا القاعدة الدستورية على أساسها نقوم بانتخابات برلمانية ورئاسية يحسب لها واعتبره نجاحا طبعا محدود هو ولكن نجاح مهم جدا نعتبره خرقا للجمود السياسي في ليبيا وخطوة مهمة جدا للأمام لو نجحنا في ديسمبر مثلا أو قريبا نقيم انتخابات برلمانية ورئاسية تكون هذه فاتحة إلى مرحلة جديدة فنأمل أن تكون يبنى عليها أيضا ونأمل أن تكون هو طريقنا ومخرجنا من هذه الأزمة مساعدة الأمير العام للشؤون السياسية في الأمم المتحدة شددت على أهمية تمديد البعثة الأممية يعني هل سنرى توافق دولي حول البعثة الحالية أم أنها سوف يعني تكون هناك انقسامات خاصة تنفيض هذا الرفض الروسي الصيني من بين الدول الرافضة لتسمية مبعوث جديد وتطالب بتسمية يعني تكون لديها يعني كيف سيكون الوضع الآن في جلسة المجلس الأمن المرتقبة حول البعثة الأممية هو طبعا يعني كما قلت يعني الصين وروسيا لو مش عارف هل هذا الأمر يتعلق أيضا بحق الفيتو أو لا ولكن يعني أعتقد يعني أنا باعتقادي يعني رغم لن يكون مهتمين بجدية لعاقة ستيفاني يعني قد يكون لا يريدونها قد يكون يخترحونها طرفهم آخر ولكن لا أعتقد أن الأمر سيمضي إلى دائل وإلى مجتوى أنهم سيمنعون هذا بشكل يعني يعني يستغلوا ويستغلوا حقهم بحق النقضة أو لا أدري مستوية القوانية في مضم الأمم المتحدة ولكن أعتقد أن هذا الإعاقة قد تمر يعني أيضا ربما بتوافقات معينة حتى مع الدول الأخرى يعني لكن أنا التقدير الشخصي أنها ستمر أنها ستبقى استبنية وليمزية مبعثة المتحدة هو حتى الاتحاد الأفريقي سيد عبد العظيم البشتي يعني طالب مرارا ولازال يطالب إلى الآن بتسمية مبعوث من أفريقيا مبعوث أممية كون من أفريقيا في ليبيا لماذا يمكن أن تنجح هذه المطالبة من قبل الاتحاد الأفريقي داخل أروقة مجلس الأمن والأمم المتحدة والله أنا مش عارف يعني أنا طبعا ربما فارقة عن شخصيات مهمة جدا ديموماسية وسياسية محنكة وقد يكون أقدر من ستيبني دون شك يعني لسته ضد من حيث المبدأ يعني ولكن لا أدري هالتسابقة بين الأطراف أفريقيا وغيرها كل الوحد يريد أنه يكون مبعوث أممي ليه يعني الأمر يعني مش عارف هذه المسألة يعني لم تحصل لما أسمع بهذا سابقا يعني يحدث صراع وخلافات كبيرة على مستوى أمم بين المتحدة على مبعوث أممي لدولة معينة ولكن يعني أنا لست في نهاية المطاب يعني أنا مع أي طرف أنا أنا تكلم عن هذه الشخصية التي جربناها ورأيتها وشوفنا تعاملها أراها شخصية مقبولة ولعبت دور مهم قد لا تكون بالكفاءة الكبيرة قد لا تكون لم تنجح بشكل كبير ولكن حقيقة شخصية كانت فعلا لعبت دور مهم وقادت يعني محاوة الخروج من الأزمة بشكل بشكل لبأس به لو فيها أفضل منها والله يريه لو فيه شخصية من أي بلد تاني أفضل منها يعني نحن نسو ضمن الأشخاص نحن مع الخبرات يعني لم يجينا مبعوث يكون مبعوث محايد مبعوث عنده خبرة مبعوث عنده حنكة مبعوث فعلا عنده فكرة وخلفية كبيرة على الوضع السياسي في ليبيا وتعقيداته هذا الذي يهمنا يعني عوامل النجاح المبعوث ولكن لن يريد شخص يأتي يتعرف على المساحة الليبية ويتعرف على مستوى الصراع في ليبيا ويتعرف على سباب الصراع في ليبيا ويتعرف على كيفية حتى التفكير وشكل التفكير وشكل يعني أنت مرت حتى لم يتعرف على كيف يفكر الشاسة الليبيوني مثلا هذه يعني عرفت كيف يفكر وعلى أي مسائل يعتمد وكيف رؤيتهم ومبساطتهم ولا ثقافتهم ولا وطنيتهم يعني تعرفت على كل هذه الأمور يعني من خلال احتكاك بيهم سؤال الأخير ماذا لو لم يكن هناك بعثة أممية في ليبيا يعني أو مبعوث أممي في ليبيا وتركيا الليبيون لمصيرهم كيف سيتعاملون مع هذه الأزمة نتحدث هنا عن الليبيين بأنفسهم دون وجود أي وسيط دولي أنا أعتبر أنها كارثة نحن بوسيط وغطاء أممي وبحضور أممي عبر هذه المبعوثة والأمور لم تنجح ولم تمضي للأمام عندما نترك لحال سبيلنا ونترك لقادة لإقصاصاتنا الذين يعني ليس لهم أي حرص على الوطن يعني أنا أعتقد أن الأمور ستتأزم أكثر أنا يعني أرى أن هذا خيار سلبي وسيء وسيرتب مشاكل أكبر على ليبيا أنا مع المبعوث الأممي وتمنى أمميات أن يكون مبعوث عند قدرات جيدة وعند مرونة جيدة ويعني يساهم بشكل كبير في تخفيف التوتر يعني لازلنا نحتاج الكثير من المجتمع الدولي لإصال الليبيين إلى قدرة التفاهم مع بعض من بعض نحن نحن نزال بمرحلة لسنا قادرين على التواصل مع بعض من بعض وخبول بعض من البعض يعني بالحس الوطني وإن السلطة ليست فيها الأهم الوطن هو الأهم لم نصل لهذا الأمر ولازال أطراف متشبثة بالسلطة وحريصة عليها وتستعد من يخليفها وابتالي أننا نازلنا في مرحلة مقلقة وأنا شخصيا أرى أن عدم إرسال الوطن ببديل على ستيفني يعني خطوة سلبية ومضر لليبيان نعم شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العظيم المتابع لشيان السياسي كنت معنا بالصوت والصورة من مدينة الزاوية طيلة هذه المساحة من لايف والتي خصصناها عن الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن حول التحديد مهمة البعثة الأممية أو التجديد للبعثة الأممية في ليبيا وتم تشخيص وقراءة في عمل أو طبيعة عمل البعثة الأممية والمروثين الأمميين في ليبيا طيلة هذه السنوات وصلنا إلى ختام حلقة لايف لهذا اليوم شكرا للمتابعة ومشاهدين الكرام في أمان الله